بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحبmans الله ووكاته ومساكم الله بالخير والنور والنعيم اليوم سوف تتحدث عن موضوع الأتومكسواب أو ما يطلق عليه باللغة العربية المبادلة الذبية لكن في البداية لازم نعرف قبل أن نعرف أهمية الأتومكسواب نعرف الشيء تعريف الأتومكسواب الأتومكسواب أو المبادلة الذبية هي عبارة عن تداول من الطرف ألف للطرف با أو بين البائع والمشتري دون وجود طرف ثالث عبر السلسلات المختلفة وهي عبارة عن فيتشر أو ميزة جديدة شغالين عليها وفي قيد التطوير في المنصات اللامركزية لتبسيط الفكرة في الوقت الحالي المعتاد عليه هو أنه أسعد يرسل لمحمد عملة ما عن طريق وجود طرف ثالث أو يتبادل العملات عن طريق وجود طرف ثالث كلمنصات المركزية كبينانس مثلا لكن بوجود الأتوميكسواب أسعد راح يتمكن يتواصل أو يرسل أو يتبادل العملات مع محمد من غير وجود طرف ثالث كبينانس فأسعد راح يرسل لمحمد بيتكوين ومحمد راح يرسل لأسعد رابل على سبيل المثال من غير وجود طرف ثالث كبينانس أو منصة مركزية ما بين أسعد ومحمد فطبعا السؤال اللي ينطرح طب إيش فائدة الأتوميكسواب؟ ليش إحنا حابين نتخلص مثلا من الطرف الثالث كبينانس أو من الانترميدية أو الوسيط ما بين البائع والمشتري؟ كل ما زاد عدد الوسطة أو الأطراف ما بين البائع والمشتري كل ما زاد نسبة الخطأ أو الإيرور والخطورة فهنا تبدأ الفيس تطلع والعملات تطلع وتزيد وهكذا طيب الآن ممكن يجي أحد يقول لي إحنا ما نحتاج الطرف الثالث ممكن أسعد ومحمد يتموا عملية بيع البيتكوين أو شراء البيتكوين أو أي عملة أخرى من غير وجود الطرف الثالث ممكن يتموها عن طريق الواتساب عن طريق التليجرام نعم لكن هنا سندخل في مشكلة الثقة أسعد ما يثق في محمد ومحمد ما يثق في أسعد وبالتالي كل طرف راح ينتظر الآخر ليقوم بتحويل المبلغ عشان يرح يوله العملة فبالتالي العملية ما تتم بسبب عدم وجود ثقة ما بين الأطراف فلذلك الحل الأمثل هو الأتوميك السواب السؤال كيف يشتغل الأتوميك السواب؟ لعلى المعاملات الخاصة من الطرفين أو من الشخصين كنوع من التأمين والضمان وراح أشرح الطريقة بالتفسير طيب كيف تتم الطريقة ببساطة؟ لنفترض أن أسعد عنده مثلا بيتكوين يسوى 10 دولار ومحمد عنده يو اس دي تي يسوى 10 دولار فهذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أنه كل الطرفين يرسلوا غموز التشفير لبعض ويتم معرفة رقم العقود للطرفين بعد ذلك يتم إنشاء حجرة سرية آمنة هذه وظيفة الحجرة هذه أنه يجتمع فيها الطرفين ويحدد فيها المبالغ اللي يرغبوا في تبادلها بعد ذلك تتم إرسال الأموال للحجرة الآمنة والآن الحجرة الآمنة تقارن هذه الأموال المرسلة بالأرقام التي تم تحديدها سابقا انت طابقت سلمت أسعد اليو اس دي تي وسلمت محمد البيتكوين وكلنا راح في حال سبيله بعد ذلك تتم إرسال الأموال للحجرة الآمنة والآن الحجرة الآمنة تقارن هذه الأموال المرسلة بالأرقام التي تم تحديدها سابقا انت طابقت سلمت أسعد اليو اس دي تي وسلمت محمد البيتكوين وكلنا راح في حال سبيله فهذه هي طريقة الأتوميك سواب أو المبادلة الثربية بشكل مختصر من غير تعقيدات الآن إيش فوائدها؟ ليش إحنا نحتاج الأتوميك سواب؟ النقطة الأولى إنها راح تخلصنا منها أو الوسطة أو الطرف الثالث سواء كان شخص أو سواء كان فرد فتير المعاملة ما بين الفرد إلى الفرد وممكن حتى المنصات المركزية تستعمل خاصية الأتوميك سواب وتستفيد منها الميزة الأهم إنه إحنا الآن لما نخلص من الطرف الثالث عن طريق الأتوميك سواب راح نخلص من الفيز أو العمولات لأن السبب في ذلك إنه ما راح يكون في طرف الثالث فبالتالي ما في عمولة المبلغ مرسل دايبكت لي من أسعد إلى محمد أو من محمد إلى الموضوع الآخر إنه راح تخلصنا كثير من التعقيدات على سبيل المثال أنا معايا عملة مثلاً نانو وأبغى أشتري بالنانو ICX لو رحت باينانس ما حألاقي سوق للـ ICX مقابل عملة النانو لكن لما نكون فيه أتوميكسواب أنا ممكن ألاقي أي شخص عنده بغبة مثلا أنه يبدل ICX بنانو أو العكس معايا مثلا فبالتالي تتم الموافقة ما بين الطرفين من غير أي تعقل وهذا اللي كان عندي بخصوص الأتوميكسواب الأتوميكسواب حاليا أو المبادلة ذريعية هي في المراحلة التجيبية أتوقع ما راح يتطول سنتين ثلاث سنوات أتوقع ورح يتم إطلاقها بنسخة كاملة أتمنى أحب أعف رأيك هل أنت تفضل المنصات أم هل تفضل أتوميكسواب وإن كنت تفضل المنصات هل تفضل المنصات المركزية أو اللامركزية أنا أحب عفائك لذلك لو تقدر سيب لي التعليق حقك تحت فيه الكومنت سكشن أو في صندوق التعليقات أتمنى لكم يوم جميل لا تنسوني أنا والدني من دعاكم أكثر من الصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أمان الله